اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما ورا الاهلي هذا الجمهور اللي في اي وقت بيعمل ترند باي هاشتاج يطالب بيه بحق الاهلي او يكون بيأكد على دعمه ومسندته لفرقته خلف 11 بطل هيكونوا في مركب محمد الخامس ان شاء الله تعالى 9 مسائل 2 ان شاء الله في وراهم الملايين في كل مكان عايز اقول لكم انه في الفاصل فنانة سودانية اتصلت بالمهندس عادلي قالت انها جاية من السودان مخصوص فنانة مونيكا عشان تصور اغنية عن النادي الاهلي تهديها الجماهير الاهلي بمناسبة هذه المباراة الكبرى هو ده الاهلي يا جماعة اللي دايما في كل مكان بيشرف كل مصري بيسعد كل مصري وبيسعد كل واحد محب للنادي الاهلي في كل مكان ده النادي الاهلي وعلى فكرة الحفاوة اللقوب اللي بيها في المغرب من قبل الاشقاء في المغرب مكانش جديد ولا مستغرب عليهم احنا اتكلمنا كتير قوي على انه هي دي طبيعة العلاقات الطيبة والاهلي ما في مكان بينزل فيه الا بيكون فعلا ممثل جيد جدا جدا لبلده ودائما هو اللي بيدعم هذه العلاقات الشعبية وهو دائما اللي بيزيد من لحمة هذه العلاقات بين الاشقاء شوفوا في كل حتة شوفوا انطباعات الاشقاء في المريخ شوفوا في الجزائر شوفوا حتى في المغرب في مباراة الرجاء في كل المناسبات وقبل كده في الامارات وفي قطر في بطولتين العالم قبل كده وانت بتتكلم دلوقتي خطر في بالي حاجة الحفاوة اللي بتقابل بيها مع الاشقاء رغم كل المحاولات الشيطانية في خلق المشاكل بين في هذه العلاقات يعني فيه في الملاكمة حاجة اسمها المساعدان خارج الحلبة ويبدأ صراع شريف بين الاتنين الملاكمين فانا عايز اقول في هذه اللحظة بمناسبة المشاعر الطيبة اللي مش عايزين حد يفسدها ومحدش حايف سدها بإذن الله الشياطين خارج الحلبة الشياطين خارج الحلبة ده كلام حلو قوي من ملاكم قديم المهندس عالي القيام طيب في المغرب بقى في الدر البيضة وفد من الأستاذ يوسف الحسينية ده رئيس مقاطعة عين السب اللي هي المالك بتاع ملعب العرب الزوالي اللي القالي بيتمرن عليه وده نفس الملعب اللي كان يتمرن عليه التدريبات اللي قبل مباراة الرجاء القالي بيتمرن عليه النهاردة الخميس والجمعة والسبت ويوم الحد هيتمرن التمرينة الأخيرة في الملعب الرئيسي مركب محمد الخامس فالسيد يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السب والسيدة كالثوم هاشم مفوضة القطاع الرياضي والثقافي في مقاطعة عين السب كانوا في استقبال بعثة الأهل وفي مران الأهل في ملعب العرب الزوالي